الله فإحنا ما بنجيه النهاردة في رمضان حضرتك نقول إيه رمضان كريم برب كريم على كل العالمين هو مش ربنا سبحانه وتعالى حتى باللفظ وبالمنطوق في الكتاب الكريم في القرآن الكريم هو رب كل من خلق أيوه وليس رب المسلمين فقط لا 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 هو خالق الخلق بالزبط يبقى أنا لما أساعد أساعد الخلق الإنسانية شوفوا بنسمعنا إيه إنسانية الإسلام يعني إيه يعني أن الإسلام يتعامل بالرحمة والعفو والتسامح والصفح مع الإنسان كإنسان ولذلك الرسول أعلن المساواة قبل الدستير المعصرة ما تقرر ذلك يعني ما يقولي في خطبة حجة الوداع لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود بحرب العنصرية خدت بالك إلا بتقوى الله إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَدْخَاكُمْ حتّى الفقهاء يعني إساء يعني مساء ابن تيمية اللي هم بعض الأدباع أساوا إليه بعض الأدباع أساوا إليه عمل موقف في حروب الحروب الصالبية في الشام وقف الأسر عند الروم عند الصليبيين عفوا أسر كثيرين منهم من المسلمين ومنهم من أهل الكتاب فالمهم قائد الحروب الصالبية أنا زاك في عصر الإمام ابن تيمية وبعض الناس متصورون أنه رجل متشدد هو مش متشدد ده أدباعه لأساءه فهم كتاباته المهم ابن تيمية رحمه الله فبعت له قائد عسكر الصالبية قال له لقد قررنا بصفتك هو يحسبه يعني بيقول له بصفتك من بطاركة المسلمين وصححة له قال لنا من أئمة المسلمين يعني قال له قررنا إطلاق صراحة الأسر المسلمين ماذا قال ابن تيمية وماذا عن المسلمين قال وماذا عن أهل الكتاب عن اليهود والمسيحيين لأن الأرض اليهود يعني لو يفهموا الحاجات دي أمرهم ما يتاهدوا الفلسطيني المسلمين أو المسيحيين الأعرب بيخصفتها نعم فسيد ابن تيمية بيقول له وين بيقول له وماذا عن أهل الكتاب قال له قائد الحرب الصالبية وما شأنوك بأهل الكتاب قال لا هم في زمتنا يعني الزم كان مصالح زمان يعني الضمان مش موطن درجة تانية مرضو بعض الكتابات بتفهم إن أهل الزم احنا مش عايزين نقوله دلوقت خدت بالك لأن خلاص الجزية أصبحت يعني أمر تراسمة والإسلام يرحب بذلك طبعا إزاي الإسلام ما رحب بإلغاء الرق معايا حضرتك فسيد ابن تيمية قال له لا والله لا بد أن يفرج عن إخوتنا أهل الكتاب وإلا كنا ضيعنا زمة محمد فالرجل انبهر يعني قال له انت حرص لهذه الدرجة على الأسر من المسحين واليهود قال نعم لأنهم أهل زمتنا وفي خفارتنا وهم وإلا كنا قد ضيعنا عقد الزمة وعهد الزمة خدت بالك دي صورة طيبة مش عارف إحنا ليه ما بنقدمش هذا وللأسف يمكن اللي إحنا نيجي بنبنيه بيجي بعض المتسلفة والدواعش والكلام ده مش فاهمين التشريع الإسلامي وهم صوتهم معلش الإعلام والدعم والمؤامرات المخابراتية العالمية بيخلوا صوتهم أعلى ما هي المصيبة يا مولانا أنه هناك سلطنات وممالك للأسف الشديد بما اقترفته من مذابح حطتها ما بينقصين باعتبارهم سلطنات وممالك إسلامية هي اللي أفسدت هذه الصورة أمام العالم والكلام ده يمكن من القرن الخمستاشر والستاشر بدأت هذه المذابح يعني أنا حاولت قعد قدر الاستطاعة لسنين الإراية في دخول الإسلام لشبه القرى الهندية والصين ما لقيت في مرة أنه تم رفع سيف ده بأخلاق التجار يعني المسلمين الأوائل نشروا الإسلام لأخلاقهم بس يعني كانت تجار من المسلمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يذهبون إلى أوسط أسيا وإلى ساحل الشرقي من أفريقيا اللي هو الصومال وجوبوت إلى أخر يعني يتعاملون بالصدق والأمانة وبالبشاشة وبالعفو فقط فابتدت الناس يسأل من هؤلاء قالوا محمديون قالوا من محمد قال ابن عبد الله يعني جاء بدين اسمه الإسلام يقول طيب ما الإسلام إيه القرآن إيه ابتدت الناس تلتفت وتنتبه بسبب أخلاق ولذلك الرسول عليه الصلاة يعطينا قاعدة زهبية فيما نحن فيه قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم و أنا عايز أقول هنا يعني بفضل الله عز وجل والدولة المصرية مشكورة في يعني في توساع على الشعب بطريقة غير مسبوقة يعني تحية مصر وحياة كريمة وغيرها النهاردة الكاراتين الرمضانية سواء تموين أو طازق أنا بأعز أقول لك فتوة جديدة قل لي هي لا تدفع هذه المساعدات أو الإكرام أو المؤساة للمسلمين فقط وللمسيحيين كذلك لأن لما تدخل سرور على إنسان ده من أعلى القربات والطاعات خدت بال حضرتك معنا ثم أنه بقى فيه وعاء كبير يجمعنا عارف إيه هو؟ الدرائب بيتفح المسلم ويتفح المسيحي معايا حضرتك فنتكافل جميع بالزبط يبقى هنا الرمضان هيذكرنا بالإخاء الديني هيذكرنا بالإخاء الإنساني يعني مش عايز أقول لك لو أنه بقول لك الموضوع موضوع الحلقة لكن سأقول ربنا أراد كده والله العظيم على هاتفي دعوات محبة وإخاء من إخواتنا أهل الكتاب لشخص ضعيف لحفل إفطار في بعض الكنائس في مصر فشيء طيب وشيء رائع أن تتجسد هذه الروح الخلاقة ولذلك أنا بأكد وبقول يا ريت أنه إحنا في تجديدنا الخطاب الديني يعني كنا زمان يعني أيام حروبنا مع إسرائيل في خمسينيات وستيات وستيات القرن الماضي كان فيه دعاء على فكرة أنا ما كنتش أحبه أما كانوا يعدينوا عليهم بالموت والخراب والديار على اليهود يا أخي يعني ناس فرقوا ما بين اليهود الموادعين وما بين الإسرائيليين حتى ما تدعيش عليه يعني الرسول عليه كان يدعو بالنصر بدون أن يدعو على الناس بشار لا ما كان شهد على أم الشار يعني شوفه فتح مكة الوسن اللي هو يعني أسوأ حالا من المخالف لنا في العقيدة معدين لما يجي واحد من الأنصار هو طبعا كان سيدنا سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضها فكان مع اللواء فبيقول لي وإحنا فتح مكة على فكرة في رمضان وده ذكرنا بأن الإسلام ما عندوش ثقرات مع الغير وده اللي حصل مع أبي سفيان ابن حرب لو شاء الرسول على صفحة السلام لضرب عنقه ولم يحدث قبل التوبة وقبل الصلح وقبل العهد ولذلك أنا سعد بن أبي عبادة رضي الله عنه فبيقول لي اليوم ويوم اللي هو يوم فتح مكة في رمضان كان السنة الثامنة من الهجر بقول اليوم ويوم الملحمة اليوم تزل فيه قريش فسيدنا عالي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب مسلم على الرسول على الصلاة قال له مش باب لا عشان ده حرب ولازم ينقل له الأخبار تحركات الجيش الإسلام فبقول له يا رسول على الصلاة سعد قال كذا كذا قال إنزع منه برفق اللواء أعطيها لابنه برضو عشان في الصدور حاجر ثم نادي علي وقل اليوم يوم المرحمة هذا يوم توصل فيه الرحم شوف الرسول يعني دول وساميين دي الحكمة النبوية لهم لا وبعدين لما رسول على الصلاة يعطيهم سبل حقن الدم في فتح مك بعدين رسول على الصلاة يقول من دخل المسجد ماشي المسجد الحرم فهو آمن تمام ومن أغلق بابه عليه فهو آمن وبعدين حبي بقى إذا من أنت ذكرت جام لأبو سفيان خدت قالوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وما عدش هيسيب بيت وروح بيت أبو سفيان لكن الشاهد أن الرسول على الصلاة أراد وسائل لحقن الدماء فمن الناس من ذهب إلى المسجد الحرم خلاص كفوا السيف عنه ومن الناس من أغلق بابه عليه خلاص الرسول لم يأمر بسفك دمائهم لالإسلام بيتلم السوق شوف سوق بإبرة لكن لما نجينا ابتلينا بقى بالخوارج المعاصرين وأول تأويلات على غير مراد ولذلك أنا عبر برنامجك وبرنامج التاسعة مساء وأنه حي القائمين عليه أنا أقترح شيء على مؤسساتنا الدينية زمان كان الإمام الراحل سيدنا الشيخ محمود شلتوت رضي الله عنه أرضاه الرجل ده لكتاب جميل اسمه آيات القتال في القرآن الكريم ليس كما يستدل خطأ بها للإخوان ولا السلفية ولا الشيعة ولا الدواعش لا الرجل حلل الآيات آيات القتال خرج بنتيجة جميلة عارف إيه هي إن آيات القتال اللي هو الجهاد يعني قال إيه بقى جهاد الدفع وليس جهاد الطلب إيه الفرق باللتنين عشان الوقت قال جهاد الطلب أن أنت تحتل لأرض الغير ده ما حصلش صح إنما جهاد الدفع أن أنت أدفع الأذى تدفع عن نفسك عن دينك عن حدودك الأذى أو العدوان أو الاعتداء أو التدخل أو الاحتلال دي فلسفة القتال في الإسلام شوف يا ريت الله الله أن نترجمه ونعط بعضه وننشره ونعمل عليه حلقات نقاشية لعل الشباب المغرر به لأن نشوف حضرتك في سنة 2013 و14 لما شفنا يعني الاعتداء الأسيم من الإخوان على المدنيين ومحاولة وطبعا اعتدائهم على الشرطة وعلى الكنائس بل وعلى المساكن خدت بال حضرتك ليه لأن هم سمعوا آيات القتال غلط الدواعش النهاردة ومن لف لفهم وشوف النهاردة الوجه يعني اللي أنا مش عايز بنطقي لفظ جماعة طلبان في أفغانستان آخر حاجة يمناه تعليم البنات من قال كتب من قال كتب زكاة النساء في عهد النبي قال يا رسول الله زهب الرجال بالأجور اجعل لنا من نفسك يوم نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك الله من ألن تعلم المرأة ممنوع